نعم مشاهدين للحديث أكثر عن الحوادث المرورية وأسبابها ينضم إلينا مراسلنا من كاركوك محمد الصالح أهلا بك محمد في نشرة المنتصف يعني حوادث مرورية كثيرة تحدث على الطرق ما هي الأسباب هناك وما هي الحوادث التي حدثت أخيرا نعم تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الدجل الكرام طبعا طريق كاركوك بغداد من محافظة كاركوك وصولا إلى صلاح الدين إلى محافظة ديالا ثم إلى العاصمة بغداد هذا الطريق يشهد دائما حوادث مرورية حوادث سير يعني خلال الستة أشهر الماضية من الشهر الواحد إلى الشهر السادس من هذا العام تم تسجيل أكثر من 300 حادث 72 حادث هذه الحوادث كان للأسف بها وفيات وبها إعاقات دائمة للأسف سبب هذه الحوادث هو ضعف الإجراءات السلامة الموجودة هناك التخطيط المروري الضعيف الإنارة عدم وجود الإنارة السرعة أحيانا السائق يعني يصدم نتيجة عدم وجود الإشارات المرورية يصدم بوجود مثلا استدارة سريعة خاصة التحويلات من شارع هو الشارع بجانبين لكن في بعض المقاطع يقوم بجانب واحد وعدم وجود علامات تحذيرية خاصة في الليل هذه كلها من أسباب تكرار الحوادث المرورية هناك أيضا لا ننسى بأنه الشارع وعر منذ العام 2003 ولغاية العام الماضي يعني هذا الشارع كان وعر جدا وشارع طريق كاركوك بغداد وهو يسمى بشارع الموت نتيجة كثرة الحوادث التي تحدث هناك حوادث السير بين السيارات وفي الشهر الخامس من العام 2022 أي قبل سنة وثلاثة شهر أعلنت وزارة الإعمار عن طريق دائرة الطرق والجسور عن البدء بعملية تأهيل الشارع بطول 400 كيلومتر لكن لغاية الآن الشارع لم يكتمل رغم تقدم العمل ربما هناك مقاطع مبلطة لكن الشارع يفتقل لإجراءات السلامة يفتقل للشواخص المرورية التحذيرات المرورية هذه كلها أسباب للأسف تؤدي إلى ازدياد حوادث السير في هذا الشارع أيضا لا ننسى صار 15 شهر منذ أن تم الإعلان عن إعادة العمل بهذا الشارع ولغاية الآن الشارع كما ذكرت هناك مشاكل موجودة فيه وأيضا هو بجانبين يتفاجأ السائق بأنه يتحول إلى جانب آخر الارتفاع الشارع عن الأرض يعني الشارع اليوم عندما تم وضعه ارتفع بشكل تم تقريبا أكثر من 25 سنتيم إلى 20 سنتيم عن الأرض عندما تخرج السيارة بالتأكيد تفقد السائق السيطرة على مركبته وبالتالي تكون النتيجة هي حادث مروري كما حدث يوم أمس قرب قضاء داقوق للأسف يعني عائلة ليس لديها أي ذنب سوى أنها مررت في ذلك الشارع ليلا أحد السيارات فقد السيطرة على مركبته واصطدم بهم وكانت النتيجة هي حالات وفيات وحالات إصابات طيب محمد هل توجد خطط أو مبادرات في المدينة للتعامل مع زيادة الحوادث وتحسين السلامة؟ نعم طبعا لغاية الآن كما ذكرت هذه الحوادث الكبيرة وهذه حوادث السير الكثيرة التي تحدث على هذا الطريق الذي هو كما ذكرت يسمى بطريق الموت لغاية الآن لا توجد إجراءات حقيقية يعني لا يكاد يمر أسبوع لا تكاد تمر ثلاثة أيام يومين إلا ونشهد حدوث حادث السير في ذلك المكان خاصة أنه بعض الحوادث للأسف تكون مؤلمة جدا لدرجة أنه في أحد الحوادث كانت هناك عائلة كاملة جميعهم فقدوا حياتهم في هذا الشارع ولا أحد يعلم عنهم شيء بالتالي تم أخذ صور لمستمسكاتهم الرسمية وتم نشرها على الفيسبوك وكان هناك إعلان لمن يتعرف عليهم الذهاب إلى طريق كاركوك بغداد من أجل استلام الجثث الضحايا الموجودة هناك مع تخيل صعوبة وألم هذا الموقف لغاية الآن الوضع كما هو لا يوجد هناك أي تدخل ربما حكومي للحد من هذه الحوادث ليقاف هذه الحوادث حتى الإعمار الموجود هناك نعم محمد ليس بالمستوى الذي جعل الشارع يسعف ويبعد عن الحوادث المرورية أو حوادث السير المستمرة التي تحدث هناك نعم محمد في شيء آخر يعني يوم أمس وصلت لجنة تدقيق سجلات الناخبين الخاص ووضع حول وضع المحافظة الانتخابي يعني حدثنا كثير عن هذه الزيارة عن أهدافها نعم طبعا محافظة كاركوك انتخابيا تشهد في مع بداية كل انتخابات ربما حالة من التجاذب السياسي بين الأطراف السياسية الموجودة في المحافظة فيما يخص العملية الانتخابية مكتب كاركوك إدارة مكتب كاركوك للانتخابات مثار للجدل في كل مرة يتم ذكر تدقيق سجلات الناخبين وتم بالفعل في الأيام الماضية أو الأشهر الماضية إقرار قانون خاص بانتخابات محافظة كاركوك على أن تدقق سجلات الناخبين وهو المطلب الرئيسي الدائم للمكونين العربي والتركماني في يوم أمس طبعا قبل يوم أمس كان هناك اجتماع مع نائب رئيس مجلس النوابة الأستاذ شخوان حول انتقى بلجنة تحديث سجلات الناخبين في محافظة في العاصمة بغداد يوم أمس هذه اللجنة وصلت إلى محافظة كاركوك تتكون من نواب عن محافظة كاركوك ووفد من وزارة التجارة ومن وزارة التخطيط من وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية طبعا من أجل تدقيق سجلات الناخبين لأنه حسب تصريح لوزارة التجارة في وقت سابق أكدت بأنه البطاقة التومينية الموجودة في محافظة كاركوك تم إضافة عليها بعد 2003 أكثر من 200 ألف عائلة المكونين العربي والتركماني يؤكدون بأن هذه العوائل تم إضافتها من مكون واحد من أجل زيادة أعداد هذا المكون في محافظة كاركوك في حين أن المكون الآخر أو المكون الكردي الأطراف السياسية في المكون الكردي أكدت بأنه يجب الاعتماد على الأحصاء 57 في تدقيق سجلات الناخبين فبين هذه وبين مطالبات الأطراف السياسية العربية والتركمانية والأطراف السياسية الكردية اللجنة ستباشر عملها يوم غد هناك حديث بأنها ستبقى في محافظة كاركوك لمدة 45 يوما الانتخابات لم يتبقى لها سوى ثلاثة أشهر فهل بشهر ونصف ستتمكن هذه اللجنة من إتمام عملها بشكل كامل تكون النتائج مرضية لكافة الأطراف نعم محمد لتفي بهذا القدر لضيق الوقت نعم في نصف دقيقة فقط نعم محمد الصالح مراسلنا من كاركوك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر